اشتركوا في القناة منطقة الاهوار تقع في جنوب شرق العراق موقعها الجغرافي من يعيش هناك يعيش سكان الاهوار العرب المساكن او البيوت العايشين بيها من شن مبنية من القصب شن هي وسائل النقل اللي يستخدمونها يستخدمون المشحوف والطرادة ما هي الاشياء التي تزرع في الاهوار يزرعون الرز والقمح والشعير شن هي الشغلات او الحيوانات اللي يربونها يربون الجاموس والاغنام والماعز الاخري والماعشية زين يقول لك كم عدد الطيور التي تعيش في الاهوار الجواب اربعين نوع طبعا طلاب منطقة الاهوار تم تجفيفها بها سنة الف وتسعمية وتسعين اثناء ما تم تجفيفها هذا تسبب بشنو بتغيير النظام البيئي في منطقة الاهوار طلاب طبعا اخذنا قطعة الاهوار باختصار هسوين الروح والروح ناخذ الاسئلة والاجوبة عليه يلا بينا طلاب Life on the marshes الحياة في الاهوار سؤال الاول question one where can marsh arabs be found اين يتواجد سكان الاهوار العرب يعني اين يعيشون وين مكانهم الجواب it be found يمكن ايجادهم in the south east of Iraq في جنوب شرق العراق هذا number one number two what do they rise ماذا يربي سكان الاهوار الجواب they rise يربون domestic ففولو الجاموس المحلي sheep الاغنام and cattle والماشي number three what crops are grown by the marsh arabs ماذا تزرع في منطقة الاهوار العربية او ماذا يزرعون في الاهوار العربية الجواب they are ground يزرعون rice الرز wheat القمح and pearly والشعيع number four where do marsh arabs live بماذا يعيش سكان الاهوار العرب الجواب they live يعيشون in arched houses في بيوت مقوسة which build مبنية from من القصب ريت طلعا طبعا نفس الجواب هذا الجواب ما للسؤال الرابع يجع على شكل فراغ الفراغ شي يقول يقول سكان الاهوار marsh arabs live in arched houses يعيشون في بيوت مقوسة مبنية من فراغ شن الجواب ريت القصب number five why do their houses have two entrances لماذا بيوت سكان الاهوار العرب لديها مدخلين يعني بيها باب يد الجواب one for the family احد الابواب للعائلة والباب الاخر او النصب الاخر من الخيمة يعني البيت is for their animals لحيواناتهم number six what do marsh arabs use as transport ماذا يستخدم سكان الاهوار العرب كوسيلة نقل الجواب they use هم يستخدمون traditional quotes القوارب التقليدية او تقدرون الطلاب تكتبون مشحوف قارب المشحوف number seven how many species of birds can be found in the marshlands ما هي او كم عدد انواع الطيور الموجودة في منطقة الاهوار الجواب 40 species 40 نوع number eight what did the draining of marshes in nineteen ninety كاوز بماذا تسبب تشفيف الاهوار في عام الف تسعمية وتسعين الجواب it caused سبب a big change تغيير كبير in the ecosystem في النظام البيئي طلاب طبعا تسعة وعش true false march عرف سكان in arched houses في بيوت مقوسة build مبنية from من concrete يعني الصب and brakes والطابوخ وهذا الجواب false خطأ ليني قلنا بيوتهم مبنية من الريتس القصب عشرة والسؤال الأخير boats القوارب is used تستخدم as transport كوسيلة نقل in the marshes في منطقة الأهوار الجواب true صح يستخدمون القوارب أو المشحوف زياد طلاب بعدش عدنا عدنا خمس فراغات عن قطعة الأهوار طلاب شون يجيكم بالامتحان يجيكم هاي الطريقة فراغ number one rice الرز ويت القمح and barely والشعير are noun معروفات as k اش تكتبون طلاب تكتبون crops محاصيل كلمة واحدة بس تحصلون درجتين number two traditional boats القارب التقليدي شبي is used يستخدم as transport كوسيلة نقل in the marshes في الأهوار أو طلاب تكتبون المشحوف أوكي استخدم ان اخذنا هاي كلمة مشحوف اخذنا بالسؤال السادس number three marsh arabs سكان الأهوار العرب live يعيشون in arched houses في بيوت مقوسة built from مبنية من reeds القصب number four flamingo طار flamingo bellicans and herwins والبجع and herwins وطار المالك الحزين طبعا يقولون الطلاب يقولون نفس يعني flamingo bellicans and herwins are هي شبيهة يقولون الطلاب تكتبون types أنواع أو kinds أنواع نفس الشي of birds من الطيور number five والأخيرة the draining تشفيف of the marshes تشفيف الأهوار في عام 1990 1990 كاوس تسبب change بتغيير انذش تكتمون طلاب ecosystem في النظام البيئي لهنا ونتوقف طلاب وإن شاء الله ننتقيكم المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة